كيف العلاقة مع السعودية احترام ومودة ليه ما ادعوك على الافطار اي افطار صار كتير الافطار الشيء للي رئيس حكومة ولا رئيس جمهورية بس رئيس حزب اي بس انا مانا عدي كتلي بالمجلس كل اللي كانوا موجودين عندهم كتال ان كان الرأي السمير جعجع ولا كان واللي جملات ولا في ان شاء الله هلأ بالكتلة الجديدة ساعتا من صفي من رؤسة الكتل وفينا نكون ندعها دعونا ان شاء الله لا انا بعتد اهل بيروت ما هيخز الولادة لا وانه بالكتلة الجديدة مقرر تعمل رئيس كتلة اذا انتوا ائتلاف او تحالف لا لا انا عم بحكي بكتلتة تبعي اللي برشح فيها ما توقع انه يوصل قدام توقع يوصل من كتلتك كتلتك الحلوي يلي او ليحتك الحلوي يلي فيه اربع سيدات كمانا بعتد بنا ننطل ل 15 عشية وساعة انت بتعليها انا بتنسي في عندي اربع اربع سيدات كل واحدة ما نرشتل تبعي عمقول الجميلة لانه فيها اربع سيدات عنا نحنا معظم اللائحة اذا رحقول اذا ما كلها كانوا شاركة كانت بالثورة من رحم الثورة فعليا نحنا التغيير هلا بالاخل قرار لأهل بيروت اذا بيعتبرونا اي واحد مننا في يوصل في كف المشوار نعم فيه لنا حملة انتخابية رح تقطع تبلش تطلع خلينا نشوف الالف او لانه كمان فيها شوية استفزاز يعني هذه الحملة ما ما بيقدر ما يستفز خلينا نقطع الالف او الحملة الدعائية يلي بده تطلع فينا نشوفه نانسي هيدا هيدا كليب عمينو كمان هلا حنخطو فيه وليك خليشوف الحملة الدعائية اللي بيطلع شرعي تهريب بقرار بايدنا طيب ليه الاستفزاز بس هذا الحقيقة انه انه البور شرعي ما كمان فيه مشكلة على البور انه عم بيصير عملية تهريب بالبور وبالمطار وساعة منقول في سكانر وساعة منقول ما في سكانر الفرق بالبور مسؤولية الدولة والدولة فيها تضبطها لما بيصفي في عنا مجلس نيابي يفرض العدالة ويفرض الامن التهريب بالاخر ما يسقوا حزب الله وما فينا نعمل شي فيه حياة موت شو يعني ولو يا بدك بالاخر انك تخليهم يعيشوا وياخدوا الدواء ويتعلموا كل شي يا بالاخر واصلين متل ما شفنا شو صار بترابوس لما مستعدين يضحوا بولادهم ويركبوا زوراء الموت معلو بيعرفوا خمسين بالمئة امكانية انه محاولة بس هنا حاطين صور الكابتاجون يعني صور الكابتاجون المهرب بين بعدين اليوم بموضوع التهريب وموضوع الكابتاجون مثل ما بتعرفي بتمنى انا حطيتها لانه بهمني الحكومة يلي بالاخر هي المسؤولة مثل ما سمعنا اليوم ناجي مئاتي بالزيت خلي هو بالاخر يقولنا كيف لح يحلها عدالة جريمة كمان اهوني واضح انه الحديث عن بيروت رجعت السعودية رجعت لنا سفيرة تطعطي امل للبنانية والكل شي طلب انه يكون في معاهدة امنية بيننا وبين انا سؤالي للحكومة ولحوجه السؤال للرئيس مئاتي شو عملت فيها الاتفاقية الامنية يلي وعدت فيها انه لحن نحصن علاقاتنا نحن مع الخليج ايضا في دولة دويلة طبعا الدولة هي اللي كلها يتنا بدناها الدويلة اللي نحن بنعرفها اسلاح المتشرع بعدين مين المسؤول الحكومة ورئيسة اليوم انا بفهم انه فيه غلطنا معه بالتسمية بس بالنتيجة هذه كلها تمسؤوليته وهو شغلته انه عملها وهو مسؤول شخصيا هو رئيس سلطة تنفيذية سفدي اسألك سؤال معني هيك من خرج الإطار اشعر راسي السؤال ما عم نحكي عن السلاح وما إلا ذلك يمنع قيم الدول برأيك شي اللي صار مثلا مبارح مع رئيس طيار الواطن الحر بعكار وعمليات قطع الطريق ومنع لبناني من الوصول او مسؤول لبناني من الوصول الى منطقة هيدا ما بيوازي برأيك يعني مفهوم التفلط وبيوازي مفهوم الدولي حادثي مثل حادثي تقمر شمون ما بتوازي حادثي مثل حادثيات الاخرى يلي عم بتصير بس هيدا الفرق انه الدولة فيها توقفهم يعني الجيش موجود بس الجيش ما عنده السلطة لان احنا شرعنا سلاح طبع حزب الله خارج مؤسسة الدولة لما انت شرعتي بمجلس النواب وبالبيانة الوزارة الشعب وجيش المقاومة انت قلت له للجيش ما فيك تدخل هول ما حدا نقل له ما فيه تدخل ولازم يتدخلوا ممنوع يصير هالشي بس لما توصل لسلطة حزب الله شرع بمجلس النواب كمان دولة ومافيا بنفس الكنسبت عم نحكي انا بدي منك شغلة استاذ فؤاد بخزومي بكلمتين صغار بجملتين صغار توجه لأهالي بيروت التانية شو بتقلون قبل ما نختم الحلقة بالأغنية يعني بيطلع الجينيريكا على الأغنية بيروت لقلنا كل اياتنا انا واحد منكم نحنا كلنا مستعدين نكفي المشوار اذا بدكم اليوم انتم مفترق طرق 2018 دولارك بخير ليرتك بخير مدعومي في دواء في كله 2022 رايحين للخراب والدمار والاقتصاد يلي بالاخر ما بيمسلنا ولا حياته تمسلنا الخيار لأهال بيروت نزلوا صوته وحطوا يلي بتكون ايه بس عروت انه من هو بالاخر يلي خربنا وصوتوا ضدوه نتمنى انه يصوتونا كلنا لانه ال 11 واحد منا ماركي صوتوا ضدك بحترم ارارهم بس بليهمني انا بعتد ال 11 هني فعليا خيرة الشباب وخيرة السيدات الموجودة بيروت هيدا خيار جدي خيار لألون بس انزلوا يصوتوا اذا ب 16 ايار مطلع نسبة اصوات كبيرة مثل ما انت كنت متوقع لحضرتك ولليحتك ممكن التعيد النظر بمواقفك وقراراتك ابدا من هلا بلك يا ودعيني ب16 ورح تسمعي نفس الكلام ان شاء الله انا بدي اشكر وجودك معنا استاذ فاعد بدي اتمنى لك كل التوفيق من هلا الى 15 ايار بمعركتك وان شاء الله بتحققوا الشي اللي انتو هاتفين لقلو اذا في خير البلد الله يقربه اذا ما في خير البلد الله يبعده لانه من نتيج الجميع مفروض انه يكون عم يشتغل لصالح ومصلحة البلد اشتركوا في القناة